اليوم بنقول الوداع للمفاتيح ما عاد فيه نسيت مفاتيحي افتحوا لي الباب انا واقف برا الشموس او كلمك احد وقال لك افتح لي باب البيت وانت برا تعالوا نتعرف على بعض على ويلوك القفل الذكي للأبواب بس قبل ما ابدأ لازم نعرف انه فيه اشياء كثيرة جاستتغير في العالم حتى السيارات الان بدأوا يستغنون بعض شركات السيارات عن المفتاح وصار بالجوال معك فالحين نفس باب بيتك تقدر تحول القفل الخاص فيه الى قفل ذكي اول شيء العلبة هذه عندنا علبة القفل ويلوك زي ما تشوفون لما نفتحها هذا هو القفل شوفوا شكله زين مكان البصمة عندنا لوحة المفاتيح مع زر التراجع والقفل ومن داخل البيت عندك هذا بس تلفه ويفتح القفل شوفوا اللسان المعدني تلفه بس ويفتح الباب من تحت هنا ما يلف اللسان المعدني خلنا اثبت هذا شو ما يلف طب لو حط اصبعي مسك الحين لازم يلف معي كله واو طيب لو قول فكنا خلاص هذا يلف ما لأي علاقة يعني لو احد برا البيت بيجيس يلف ما راح يجي شيء طريقة سهلة مرة يعني هذا عبارة عن زي الكيلون يعني اذا انت شخص او انتي تعرفون كيف تفتح الابواب وتغير الكيلون ما في اسهل منه مرة سهل بس تثبت المسمار اللي بالوسط وتركبه بدال الكيلون اللي موجود عندك عندي شغلة ثانية جهاز ثاني اسمه واي فاي بوكس هذا وش ميزته ميزته تربطه واي فاي تخلي يشبك مع الواي فاي عندك في البيت تقدر انت بالتطبيق تدخل على الواي فاي بوكس هذا وتعطيه اوردر كده وتقول له يلا افتح القفل اللي موجود في البيت خل الشخص عند الباب يدخل هذا هو بس واي فاي بوكس نشوف وش اللي جاي مع القفل بعد القفل جاي مع هذه قفل الانف سي تحطه على الباب كده وعلى طول يفتح الباب طيب خلونا نفتح الحين هذي في البداية ايوه فكناها بس نوسع شوي خلاص هذه انفتحت الحين نقدر من هنا ندخلها زي كده في الباب الحين نفتح من هذي الجهة اوكي هذه لمشناها بشكلها وهنا ثلاث بطاريات ما عليها بس تستمر تطول تطول مرة طبعا في البداية الله يعينك انت يعني بتصير فرحان في الباب وكل شوي ترن ترن ومعاك اخوانك وعيالك الصغار وآهلك وكده بس بعدها بعد ما تعتادون عليه وتخلون الباب في حاله هنا يعني بيستمر معاك شهور كثيرة الكتالوجي اللي جاي معاه فيه معلومات يعني بيقول لك وشلون تحمل التطبيق وكيف انت تبدأ تبرمج كامل القفل خطوة بخطوة خلونا مع بعض الآن نتعلم وشلون نبدأ نبرمج القفل على اصبع ونبرمجه على التاق الانف سي اللي موجودة معنا ونبرمجه على باس كود طبعا نفس الطريقة تقدر تكررها مع الشخص الثالث الاصبع الثالث والاصبع الرابع والخامس نفس الشي بنتعرف على الابليكيشن اللي موجود طبعا الابليكيشن متوفر على الاندرويد وعلى الايفون يلا تعالوا مع بعض علشان نركز في كيف اننا نبرمج هذا القفل الذكي وبعدها خلاص ما نحتاج نسوي شي ثاني الواي فاي بوكس اذا انت تحتاجه كل هذه الامور بتكون متوفرة عندك فخلاص تصير تستخدمها بدون ما تحتاج الى تعديلات مستقبلية طيب الحين اول شي نبغى نسوي اننا نشغل التطبيق طريقة سهلة جدا يعني عندنا في كل قفل يجينا QR كود زي اللي موجود على هذا الجهاز اول شي نسوي نروح على قائمة الاجهزة نضيف جهاز جديد اضف وي لك موافق يلا نسوي مسح على QR كود يقول لك الحين كم رقم المعرف اللي موجود هنا خلونا نقرأ كم اللي مكتوب فيه طيب بعد ما نحط الرقم نسوي ربط نجرب صار يفتح من القفل على طول ثاني مرة نقفل على الحين قبل شوي فتح قفل خلاص عطانا الحين شغال تمام الحين ارتبط مع التطبيق شتوش شون سهل نخليه على جانب ونبدأ الحين نشوف اللي مكتوب هنا طريقة سهلة جدا اول ما تستلم الجهاز بيكون فيه ال Password زي اللي مكتوب هنا ان ال Passcode او ال Password او رمز الدخول من 1 الى 6 Add Admin Passcode نختار رقم 1 عشان بضيف انا Passcode جديد لي فالطريقة نفسها نتبعها بكل سهولة وبساطة فاول شي نسويه كحماية لنا اننا نغير ال Passcode على طول 1-2-3 ثاني مرة 1-2-3 1-2-3 خلص كده تغير الادمن من 1-2-3-4-5-6 الى 1-2-3-1-2-3 يلا نجرب ثاني مرة 1-2-3-4-5-6 ما صار يقبل شوفوا كيف سهل 1-2-3 1-2-3 1-2-3 ما جت شوفها الحين هذا ثابتها يلا مسكت بس مع هذا الحين تعلمنا ال Passcode ونفس ال Passcode تقدر تفتح فيه الباب وتعلمنا كيف نضيف ال RFID الحين كيف نضيف أصبع إضافي على بصمة الأصبع طيب شوفوا هنا أصبعي هذا ما يقبل طيب نقول أبغى أضيف أصبعي الإبهام الآن أسوي التالي قفر قفر أحط ال Passcode قفر وش تبغى بقول رقم 1 عشان أضيف أصبع خلاص ونضاف الأصبع خلنا طفي تمام لمسة صار يلف معنا خلاص فتح تبغى تضيف أصبع ثاني نفس الطريقة طبعا في خيارات كثيرة هنا عندك تقدر تشبك على USB على الكمبيوتر على الجوال التطبيق فيه كثير من أو الكتالوج فيه كثير من الخصائص يعلمك هنا يعني كيف أنت بتركبه في باب كم عرض الباب عندك القطع اللي تحتاجها الجميل بعد في الموضوع أنه التطبيق نفسه يدعم اللغة العربية التطبيق شوف إدارة التفاويض عندنا إعادة الضبس جل الفتح قاعد يوريني أنه أنت قاعد تفتح الباب ترى كده مرة شوف أصابع ما أعرف إيش هنا عشان نضيف الواي فاي بوكس طريقتها سهلة جدا وتدعم أليكسا جوجل هوم وعندنا الشبكة اللي تقدر تربطها مع أجهزتك الذكية يعني تقدر أنت بالأوامر الصوتية مع أليكسا تقدر تطلب من أليكسا افتح الباب وزي ما قلتكم الموضوع مرة سهل وبالعكس يعني يعطيك يخلي المنزل ذكي أمان أكثر خيارات كثيرة موجودة في هذا القفل بالنسبة لي أنا راح أعتمد على الباب الرئيسي وفعلا ترى الأبواب القادمة مستقبلا راح تكون أقفال ذكية أتمنى إن شاء الله أنه هذه المراجعة المستفيضة أفادتكم ودائما الباب هو المدخل إلى المنزل الذكي إذا باب بيتك ذكي معناته منزلك كله ذكي كان معاكم أخوكم طارق من قناة طارق تيكس أتمنى إن شاء الله ألتقيكم في مراجعات أخرى لا تنسوا لنا من الشير واللايك والسبسكرايب إذا أعجبكم المقطع شاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم وفي أمان الله